السلام عليكم. آآ هنكمل ان شاء الله على الفيديو اللي فات. ويا كنا اتكلمنا فيه على ويقولنا في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ نطبق عملي ونشوف الكلام ده بيحصل عملي قدامنا ان شاء الله. آآ يلا نفتح. هنفتح على بتاعنا برضو اللي احنا كنا بنتكلم عليه المرة اللي فاتت. آآ بس قبل ما نبدأ عملي ونطبق آآ تعالوا نتكلم سريعا عن الجوبا فايل. طبعا احنا كلنا عارفين بتنقسم لي مين اكسيميل ومين اكتيفتي اللي هي خاصة بالجوب. تمام? اتكلمنا اللي فات عن المين اكسيميل بالتفصيل. فدلوقتي تعالوا نتكلم عن المين اكتيفتي بشيء من التفصيل. طيب. يعني كده اول لما بعمل هو بيعمل لي اللي هو فايل جوابا ويمن اكسيميل اللي هو خاصة انا لو جيت فتحت هنا عندي هلاقي ما في اللاي اوت. لكن موجود فايل عياة موجود في موجود في الجاوام المين اكتيفتي قصدي موجودة في الجاوامك انا عندي في الجاوامك اول باكاج فيه دي اللي موجود فيها ما هي دوت اسم البروجيكت بتاعي. دي برضو اسم ثابت. وبيحط بعدي اسم البروجيكت بتاعي. تمام? وهي عندي الاتنين تانين دول خاصين بالتست. بيعملوا تست الابليكيشن. طيب. لو تلاحظوا ان 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 فايل الجواب بعيد خلص عن فايل او فايل الاكسامل. وبالتالي انا ما اقدرش ان انا ربطهم ببعض. اه ما ينفعش ان هم يطلبتوا اه مع بعض الواحدهم. لازم انا ربطهم بحاجة بادبات معينة. وهنتكلم ان شاء الله في الفيديو الجاي عن ازاي نربط الاكسامل بالجوابا علشان نقدر احنا كيوزر نتعامل مع الابليكيشن. تمام? فده مش موضونا دلوقتي. طيب. آآ تعالوا بقى ندخل كده المين اكتيفتي ونشوف فيها ايه بالتفصيل. اول حاجة من من اكتيفتي ده كلاس زي اكلاس. والطبيعي ان هو يكون جوا جوا باكيج. فان دلوقتي عندي اسم الباكيج اول حاجة بيتعرف اول سطر اللي هو زي ما احنا قلنا من شوية. وتاني سطر بيعمل يعني بيعمل استدعاء للاب كومبات اكتيفتي ده كلاس. المين اكتيفتي بيورس منه. زي ما احنا عارفين الوراثة في او بي. تمام? معنا ان هوا بيورس منه معلها ان هو ايه? بياخد الخصائص بتاعته. وبيقدر ان هوا يعمل اوبرريد الميستوز بتاعته وهكزا. طيب. لو تلاحظوا ان الاب كومبات اكتيفتي ده اسم اصلا اب كومبات اكتيفتي. يعني هو عبارة عن اكتيفتي. يعني هو بيورس من اكتيفتي. تمام? طيب ما احنا اعملين من اكتيفتي ليه? لانه بيبرس من اكتيفتي في الحاجات الاساسية بقى يعني ممكن هيكون في المسوز بتاعة اللي احنا اتكلمنا عليها مرة اللي فاتت هيكون في خاصة بكل لازم تكون اساسية بكل وهكذا يعني طيب اما اللي انا بعملها دي خاصة بالحاجات بقى اللي انا عايز اعدل عليها يعني انا اكيد مش كل مش كل شبع بعضها فكل بيختلف عن التاني بس بيبدأ ياخد من الحاجات الاساسية ويبدأ هو يعدل عليها او يزود عليها وكذا تمام? تمام طيب. اه تالت سطرة او استدعاء اللي هو البندل. والبندل دي حاجة ممكن ناخدها ان شاء الله قدام شوية هي بسيطة ما فاش حاجة. هي معناها الحرفي حزمة. وهي بس مهمتها ان هي بتخزن البيانات على هيئة كي وفاليو. يعني بتخزن يعني كاني بديها للفاليو والفاليو بقى بتاعة الاي دي. تمام? تمام. طيب ليه عمل لها امبورت? لان هي برامتر بتاخده ماشي? و بعد معرفنا بعد معرفنا يعني وتكلمنا عن تعالوا بقى نشوف كده جوا ايه? جواه بس جواه يعني هو جبارا اولا ما بعمل اكتيفتي هو جاب لي مثل الانكريات. طيب. وده بالبديه صح فعلا ليه? لان انا مقدرش اقول ان انا بنيت اكتيفتي وانا مش معايا مثل الانكريات. زي ما اتكلمنا مرة فات في كانت ايه 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 ايش ايه الاساسي عشان يبنيلي اكتيفتي. هو الانكريات من اسمها هي اللي بتنشئ اكتيفتي. فطبيعي تكون موجودة هنا. تمام? طيب. ومعمل لها اوفرايد لان هي موجودة في البيرند كلاس زي ما احنا عارفين. تمام? طيب. اه دلوقتي تاني سطرة عندي سوبر دوت سوبر دوت. اه لو لو تبتكروا خدناها في الاو او بي معناها ان انا بعمل ابجيكت من البيرند. فانا بعمل ابجيكت من البيرند عشان اقدر انادي المسوز اللي فيه. فانا نديت على المسوز اللي فيه وإيه اللي هي انكريات وودت لها الايه? ودت لها البرامتر اللي هو الابجيكت من بندل. تمام كده؟ تمام? يبقى انا روحت نديت المسوز دي وقلت لها يالله نفزييلي نفزيلي المسوز الان كريات قبل ما تنفزيلي اي حاجة تانية. تمام? تمام يبقى انا نديت على الان هي مسود دلوقتي انا نديت على المسوز del app ودت لها الهو ابجيكت من بندل. قلت لها نفزيلي كل الحاجات اللي عندك في بتاعت قبل ما تنفذيلي الكود اللي احنا هنكتبه هنا في تمام? وده برضو بديه لان احنا زي ما قلنا بناخد خصائص الاب ونبدأ نعدل عليها. تمام? تمام. طيب. ده الاخير ودي كل الحاجات دي موجودة آآ الاسمها ودي برضو موجودة في كلاس عشان كده قلت لكم ان ده بس في حاجات الاساسية بتاعت وانا ببدأ زود عليها. طيب المسود دي بتعمل ايه? المسود دي هي اللي بتربط بقى. اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية مع مع وظيفتها ان هي بتاخد اللي اويت بتاعي. بتاخده وتعرفه وبالتالي هم كده بقوا ايه? يقدروا يشوفوا بعض. وبالتالي لما اجعرف فيها اللي موجودة آآ لما اجعرف اللي موجودة في المين اكس ام ال هتقدر ان هي تشوفها. ان هي معها خلاص بتاعة تمام. ولو فتحنا يعني لو دسنا وفتحناها اللي ايه موجودة فعلا في وهكذا. طيب وبتاخد ايه بقى عشان نتأكد بتاخد فعلا فعلا هي بتاخد انت فعلا لان ده عبارة عن انت مش مش حاجة تانية هو اي دي فرقا يعني. تمام يبقى كده احنا اتكلمنا على الاستطرين اللي بيكونوا موجودين في الانكريات. ويعرفنا ان الانكريات دي هي الاساسية لكل وهي اللي بتكون ببنائه. واي موضع عندي علشان انا فيزو لازم يتند يكون موجود في الانكريات. طب لو مش موجود في الانكريات فهنديم الانكريات عشان يشتغل عشان يتشاف اصلا. لان الانكريات دي زي المين كده. زي ميسود المين اللي كات موجودة عندي في الجن. يعني ممكن اقسم الاكواد بتاعتي لميسودز واما اروح انادي عليها في الانكريت فساعدتها تتنفذ لي عشان اقدر اشوفها انا كيوزر اقدر اشوفها على بتاعت الابليكيشن بتاعي. تمام? طيب. اه دلوقتي احنا كنا عايزين بقى قصا ايه اللي نعمل وما فتحنا الانجوي ستوديو? كنا عايزين نطبق على اللي احنا خدام مرة اللي فايتت. كنا عايزين نعمل اوبررايد للميسودز اللي هي اونستارت ونستوب وهكذا. فتعاون نعمل لهم نعمل ليهم بالترتيب. وبعد ما نعمل ليهم عايزين بقى نختبرهم. هنختبرهم ازاي? خلنتبع ونشوف الميسودز دي فعلا بتتحقق كل ما اخرج من الابليكيشن وادخله تاني وهكذا ولا لا? طيب. حد هيقولي طب ايه ده طب ازاي? هتعمل لي ميسودز? تعمل لي ميسودز برا لون كرييت. ومش هتنادعم لون كرييت ما هكده مش هتتشايف. لا طبعا. انا عندي اللي احنا كيبنا عليها بتاعت دي ما لاش دعوة خالص بالميسودز اللي انا ببنيها. انا لو انا اللي عملت ميسودز فلازم عشان تتشاف. فعلا انا ديها في الون كرييت. لكن الميسودز اللي هي اصلا موجودة باي ديفولت في اللايف سيكل بتاعت الاكتيفتي فطبيعيا هي بتتنفس تلقائي. يعني هي زي الان كرييت كده بالنسبة لي. بس الفرق ان الان كرييت اجبارا لازم تكون موجودة ان هي اللي بتبنيه. لكن التانيين شغالين من ورا بقى في الخلفية. هما واحدة بتوقفوا واحدة بتخليه اشتغل وهكذا يعني. تمام? فيلا بينا نعمل لهم اوفرايد. بنكليك يمين. وبعد كده نضغط على او شمال حسب يعني الزرائر بتاعت كنتم عاملينها ازاي? بعد كده بنضغط على وبنختار. اول حاجة هنختار مساء بنكتب اضي فوق تمام? وبتظهر لها بشكل ده. بعد كده هنعمل هندي على باقي الميسود. وبعد كده هنطبع فيهم عشان اقول لكم طريقة الطبعة بتكون ازاي? بس النادي علم كلهم الاول. ونستارت وبعد كده. تمام? ندور على الان ريزيوم بس. يا ان ريزيوم بس عشان فيه كزا واحدة عندي ان ريزيوم. تمام? وبعد كده عندي امبوز. طبقوا معي عشان ما تحسوش بالملل يعني. وبعد كده عندي. ونستب. وعندي ونستروي ونستارت. وزي ما كنا لنا مرافعات لو تفتكروا ان الكل مش ميسود من الميسود. تمام? يبتبقى على حسب كل جهاز. ونستروي ونستروي. وبعد كده. ونستارت. استعالوا ورتبهم بطريقة حسن من كده. يعني خلي الان ريستورت بعد. تمام تمام. طيب عايزين بقى نطبع في كل ميسود دي. طيب لو تفتكروا احنا كنا نطبع ازاي في الجوفا. ونم نطبع بي سيستم دوت او دوت برينتلين. تمام? عشان تطبع لي ميسج. طيب. اه في الكنسول بتاعي الجوفا. طيب احنا هنا برضو عندنا في اندرويد ستوديو فيه كونسول. بس الكنسول ده عندنا هنا اسمه. تمام? اهو. تمام? بنتضع فيه بقى ايه? او اه اه ده بيكون خاص بالطباعة. يعني هو كل اللي في اللوك كات ده لو زي ما انت شايفين كده عبارة عن مسجات مطبوعة. بس مشان اله كيوزر طبعها. المسجات دي عبارة عن ايه? دي مسجات خاصة بالسيستم نفسه. يعني ايه خاصة بسيستم نفسه? يعني او بريتنغ سيستم او الاندرويد يعني هو اللي طبعه. تمام؟ تمام. طيب. هل هنا اقدر ان انا اطبع فيها? اه اه اقدر ان انا بس هطبع فيه ازاي? هطبع فيه بقى بطرق معينة. طيب. يبقى انا عندي اللوكات ده هو وظيفته كلها ان هو بيعرض بيعرض مسجات مضبوعة. والمسجات دي بتكون اسمها لوج مسج. تمام? لوج من اسمها سجلات. فهو بيسجل بيسجل المسجات. تمام? طيب. بس انا عندي كزا نوع من المسج. آآ عندي آآ عندي ستة انواع. وتعالوا نشوفهم مع بعض في في السلايد. طيب. آآ زي ما قلنا ان احنا عندنا بنتبع في اللوكات. وبنتبع في اللوج مسج. واللوج من اسمها السجل. فهو بيخزن المسج على هيئة سجلات. والمسؤول الاساسي عن كده هو اسمه اللوك كلاس. اللوك كلاس ده هو اللي بيسمح لي كدبلبر ان انا اكاريت لوج مسج. تمام? وقلنا ان انا عندي كزا نوع من اللوج مسج بس كلهم بيقوموا بنفس الوظيفة وهي الطباعة. بس انا عندي مختلفة. تمام? كل واحدة فيهم بتطبع حاجة مختلفة. طيب اول حاجة دي بتعرض لي كل المسج. ودي بتاع البرنامج. بتعرض لي كل اللوج مسج يعني. تمام? ثاني عندي الديباج. والديباج دي بتعرض لي المسج اللي اتصحاحت او او بعد التعديل عليها. يعني ديباج من اسمها التصحيح او التعديل. اه زي وزي ما احنا عارفين ان احنا عندنا اصلا في اللوكات بتكون في مسجات جاهزة. المسجات الجاهزة دي بتكون خاصة بالسيستم نفسه. ملاهاش علاقة بيه انا كدبلبر. وهو بيقوم بتصحيح او بتعديل المسجات اللي كانت موجودة وبيعدلها بالمسج اللي انا كدبلبر دفتها. لو انا اتخدمت مسج الديباج دي. تمام? هلاقي بقى هلاقي المسجات اللي انا آآ اللي انا كدبلبر دفتها اضافت في الديباج. طيب. ثالث نوع. ثالث مسج عندي. اللي هي اختصارة لانفورميشن. اسمها معلومات. هي بتعرض لي بتعرض لي بتعرض لي المسجات. يا اما المسجات الخاصة بالسيستم وبتكون المسجات فيها معلومات يعني بس. يا اما آآ مسجات آآ برضو انا كدبلبر ضيبها بستخدمها اننا ان هي بتعرض فيها المسجات اللي هي بتكون فيها معلومات. بس كده. تمام? هي مسجات خاصة بالنها يكون فيها معلومات. مش اكتر. سأق معلومات عن السيستم او معلومات انا ضبتها كدبلبر انا عايزها آآ عايزي تعريد يعني في اللوكات في الانفو آآ مسجات فيها معلومات انا ضفتها. تمام? تمام. طيب رابع نوع الارور وهي ده بيعرض الارور اللي حصلت. تمام? اه يعني لو احنا جينا مسلا عما حصل اي ارور في الابليكيشن وانا برنه او حتى قبل ما رنه هجي افتح الارور في اللوكات هلاقي عارض الارور. تمام? وانا كتابلوبر برضو ممكن استخدمها بان انا اقول له لما يحصل كذا كذا اطبع لي ميسج في الارور ان 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 هي حصل. تمام? طيب. خامس نوع اللي هو الورن. والورن ده بيحذرني من حاجات ممكن تحصل وممكن تتسبب في تمام? هي ما بتكونش بس هي ممكن تسبب في زي مسلا ان انا استخدم كلاسة لغة. اه او استخدم حاجة مش صح ان انا استخدمها خلاص حصل عليها تعديل وتحديث فممكن هي يعمل لي وكذا. طيب اخر حاجة الاسيرت. والاسيرت ده. الاسيرت ده بيعرض لي المسج بس اه بس المسج دي بيكون خاصة بالدبلبر يعني انا لو فتحت الاسيرت دلوقتي هلاقي الاسيرت هلاقيه فوضي. تمام? اه الاسيرت يعني ايه بقى بيعرض لي مسج الخاصة بالدبلبر يعني انا كدبلبر مسلا اه انا عايز السيستم يحذرني من حاجة معينة هتحصل. تمام? اه زي مسلا ان انا هكون بتاعي مسلا يكون انا عايزة يعني يكون الحيز بتاعه يكون مسلا اه ميت برسم بس مسلا ليستخدمه ده. تمام? ومش عايزة ان العدد ده يزيد عمية. تمام? بس هو لو زاد عمية السيستم نفسه بتاع الاندرويد مش بيعمل ارور. طيب انا بقى عايزة يعمل ارور. يعني كايني بالضبط بعمل بعمل بس الاكسبشن ده مش خاص بالسيستم. ده خاص بالدبلبر. ماشي? بقوله لما يحصل لي. لما الاعداد اللي تدخل تزيد عمية. فساعتها حذرني. فهي حذرني فين? في الاسيرت. وبستخدم انا مسود الاسيرت. يبقى قدر اقول ان الفقر بين وورن واسيرت. ان وورن دي تحذيرات خاصة بالسيستم نفسه. السيستم نفسه هو اللي بيحذرني يقول لي خلي بالك انت استخدمت كزا مسلا اه او ده ممكن يعمل ارور وهكزا. وزي ما قلنا كلاسة لغة او كده. وي الاسيرت دي بيكون برضو تحذيرات بس خاصة بي انا كدبلبر. انا اللي دفتها. تمام? انا بكون عامل بتاعي على اساس ان الحاجات دي مش هتحصل بس احتياطي بخليه ان هو يخليه يعملي تحذير لو ده حصل. تمام? يبقى احنا كده عرفنا بتاعة تعالوا بقى نعرف بتاعها او ازاي احنا نكتبها. بطريقة بسيطة جدا. بعمل اول حاجة لغ بلادي كلاس لان احنا زي ما قلنا هو ده المسؤولة عن ان احنا نكريت اه لوج مسج وي دوت ميسود دي بتاخد تاج وميسج بس طبعا انا ما كتبش دوت ميسود دوت ميسود دي انا بعبر عنها بايه? بدل الميسود دي? بعبر عنها بتاع الميسود وبشرط ان هو يكون زي بالزبط دوت دي تاج وميسج. وهنعف دلوقتي يعني ايه تاج وميسج? طيب. يبقى انا دلوقتي عندي اه الدي دي بتعبر لي عن ايه? عن الديباج او اختصار لي ايه? للديباج. طب يعني ايه تاج ويعني ايه مسج. التاج او خليها نبدأ بالمسج المسج هي دي المسج اللي انا عايزها تطبع. والتاج كأنها زي بالزبط كده كي للمسج دي او اي دي للمسج دي. بحيث ان انا لو لو تلاحظوا لما جيت فتحت اللوكات لقيت في رسالة كتير كتير جدا. فانا ازاي اميز رسالتي عن رسالة بتاعت السيستم? هميزها بالتاج ده. تمام? يبقى انا التاج عندي كأنه كي للمسج بتاعتي. تمام كده? طيب اتمنى تكونوا فهمتوا جدقية دي كويس. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ نطبق على والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.